من فضل مولانا ما حكم الشرع فالرجل ذو الضفيرة في شعره النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذه الضفيرة مباح للرجل انه هو يربي شعره وان شعره يتضفر في ضفرتين في كذا الى اخرين او واحدة او واحدة تمام وبرضو بالناس بتسأل في المعنى ده يقولك وهل يجوز لي انه هو يخليه دي الحصان كده باستك او بتوكة اه هو يجوز له هذا لكن في النهاية عندنا قاعدة عامة بتقول خذ العفوة واقمر بالعرفي واعرض عن الجاهلين لما الاقي ان هذه المباح لما الاقيه انه غير متاح انه بيجر مشكلات وتصادمات وعدم فهم من كثير من الناس بلاش منه الحكمة ضلت المؤمن اينما ويدها فهو احق بها فنعم مباح لكن في حاجة عندنا في الشريعة برضو اسمها المباح والمتاح نعم يعني انا لو جيت لك وده بستريننج كده في مجلس هنا دلوقتي في المسجد وبنصور في برنامج ديني وكده الى اخير ايه الحرام انه انا عملته يجرى حاجة اه يجرى يعني لانه كده خرجت عن اطار العرف بالرغم انه انا عملت المباح لكن مع عملي المباح ده هو اللي انه غير متاح فقد يكون المباح متاحا وقد يكون المباح غير متاح نعم مباح ولكن غير متاح